دوري راجع بننسى احنا الدوري ده خالص بننساه بننساه يعني طول الوقت احنا عندنا فترات توقف طويلة في الدوري بيتطول معانا اه كان فيه ماتشين طبعاً لمنتخب مصري مهمين جداً ومنتخبنا الاهم وكل شيء بس بننسى الدوري من بارح كنت في اللقاء اه صحفي فحد بيسألني بيقول لي انت بصراحة ويقول لي كده بصراحة كده انت ايه رأيك في الدوري المصري وقلت له لأ طبعاً لأ ما قال ليش كده قال لي هو انت راضي عن الدوري المصري وقلت له لأ طبعاً مش راضي لأ طبعاً مش السنادي من سنين طويلة مش راضي نفس حس المسابقة بتاعتنا دي اللي هو مثلاً مثلاً يعني المباراة تقام كل يوم سابت وحد قولي احنا اجازتنا مش السابت والحد جمعة وسبت نعرف كده مباراة الدوري تبقى في الاجازة الرسمية بتاعت البلد تستمتع بالمباراة احنا ما شاء الله الدوري عندنا بتلاعب كل يوم يعني اليوم اللي اللي لأيه فاضي نحط له مطش خد مطش كده لدرجة الراجل محترم الكابتن عامر حسين حاطت مطش اول يوم العيد يعني ما فلايتش خليه تاني يوم العيد تاني يوم العيد فاكرين الحمد لله يعني ربنا ايش فيه دايما وهو دلوقتي في حالك كويس احمد رفعت مطش في اول يوم رمضان اول يوم صيام يعني حبكتش يعني عارف انت خلاص عارف انت مستحة لو انا ماشي على النظام ما بلغبطوش اقولك لقى يتلاعب في العيد يتلاعب في رمضان يتلاعب في اي وقت انا معاك بس يعني عارفكت لقيت كله فيه مطشاط يعني حد واثنين وثلاث واربع يعني فيه مطشاط يعني خلاص خلي يا سيدي كل المطشاط يوم الاثنين والثلاث والاربع سيب لي الناس اول يومين يحتفلوا مع اثارهم والناس في حاجة كده ما بتفهمهاش يا جماعة دوري بقى عايزين نحس ان احنا عندينا دوري حلوة كده دوري فيه مطشاط مثلا انا عارف ان المطشاط بتاعت الدوري دي بتتلاعب الساعة مثلا خمسة وسبعة يوم الجمعة والسبت اللي عايز يفرج على الاهلي ماشي اللي عايز يفرج على الزمالك ماشي خد الاسماعيلي تمام المصر اهو استثناء مثلا ممكن هزود يوم الحد معاه زي مثلا الدوري الانجيزي كده بتلاعب سبت وحد واحيانا بيبقى فيه مطش ولا مطشين يوم لاثنين هتحس كده وانت راجع الدوري اه احنا بنحب الدوري بتاعنا كده بنحبه على شكله كده بنحبه باللي بيحصل فيه ده كله بس نفسك هيبقى عندك دوري حلو اه كلمتين قلتها فاضفاض معاكم بيهم واحنا بنبدأ الحلقة النهار نفسي هيبقى عندها دوري حلو